مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عامل شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كرت كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم بتحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص في الشخص اللي أنت حطته في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إذن شو مخبينا هذا الشهر للحوت الحوت بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد فترة قاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوت شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل أوه يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى إنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على فيه محكمة على نجاح فيه ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون فيه محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على النجاح خليني نحكي الأبراج بشكل عام فيه عندنا جوزاء سرطان تور فيه أبراج نارية كتير يعني فيه هوائية كتير عم بتكون وفيه ترابية شوي طيب شايفة فيه شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية وممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص فيه شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل يعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة علاقة حب من العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله شريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة انه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون مبين شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن عم بيكون في شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك آآ فيه أشخاص عم يدعو لك آآ في الليل يا برج الحوت آآ عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم ناقي ناس آآ عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق آآ لا إلك خل فيه أشخاص بيحبوك يعني نيالك آآ فيه عندك حب حقيقي اللي قلنا آآ عليه ولكن زي ما قلت لك أنت فعلا رح تكون حريص من هذا آآ الشخص شايف تغير عندك تغير جذري آآ من ناحية الحب والعلاقة تغير في آآ خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا إحنا بالحبيب وبالعلاقة في تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول آآ معاز إمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو أنه شايفك مثل الجوهرة ومثل الشغلة اللي ما رح تتكرر آآ لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار آآ لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات آآ ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني أنك سب الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كذا آآ المهم أنتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة آآ ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك آآ ناحيته خلينا نشوف آآ عقلك الباطن أكتر إشي هاي الفترة على شو عم بيركز آآ شو عم آآ بتهتم أكتر شي طلعت لك لحالها أوه حلو هون بعم بشوف آآ اللي هو تحسن مالي آآ والتحسن المالي يعني بينعكس أو هو أساسا نتيجة آآ التطور بالعمل فشايفي أنه التطور بالعمل في آآ أمنيات في العمل في آآ ترقيات أكتر من ترقية في هاي الفترة آآ مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا أنت راح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه أو حاصل عليه إن شاء الله قلال هاي الفترة شوف إذا في تحذيرات من الورق لبرج الحوض آآ نفس الكارت لأ بالشوي آآ هنا بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك إنه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آآ كل شي بالفترة الجاي أنت راح تكون مسيطر راح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ راح ترجع حقك من الحبيب كيف بيقوله وزيادة يعني آآ راح تركز على إنه ترجع حقك منه هو غلط يمكن معاك بواحد واثنين وثلاث راح تساوي هاي الأمور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لأنه مبين إنه التنين إنتوا آآ مالكين قلوب آآ بعض أنا هيك شايفة بالكرت أكثر شي نشوف كرقوت آآ إذا في نصيحة معينة بقولك في معجزات في آآ مثل آآ الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه أبدا أبدا من هذا الشخص كنت خلص فاقدي الأمل في هذا الشخص أو مش حاطط عليه كتير يعني اعتماد أو كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنوايا ولكنه راح يقدم لك كتير أمور مثل تطمينات مثل آآ هو راح يكون صلاح مختلفة لأبراج مختلفة وأصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف شايف مثل زفاف أو حفل زفاف أو إعلان إعلان لموضوع عاطفي ولكنه راح يعلن راح يعلن عنه في هاي الفترة فإن شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكوت الرومانس مثلا آآ حلو طلعت لك آآ مثل آآ بيقول لك بيقول لك أنا عم بحمل لك رسالة من الحبيب الأديم أو الحبيب اللي موجود عم بيقول لك إنه هو سعيد آآ وبسلام بيقول لك آآ بيقول لك إنه بيحبك كتير آآ هاد الكرت طلع أكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة آآ فحباي بيبورج آآ الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب أوكي أوه ميموريز العلاقة رح تكون أكتر شي عم بتركزوا على الزكريات عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من أول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات أو العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للزكريات الأديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الأماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس آآ هو هيك كان الكارت آآ حباي بيبورج الحوت بشوفكم بالتوقعات أو بالفيديو آآ